ترجمة نانسي قنقر التي بذلت خلال الاجتماعات السابقة للجنة في سبيل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالأخص فيما يتعلق بالمجالات المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية كما تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون في مجالات وأنشطة التقييس المختلفة بحث أو مناقشة سبول تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين الجانبين وفي ذات السياق أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني عن منح مملكة البحرين لجمهورية تركيا الصديقة صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي بالمملكة وذلك بهدف تطوير الروابط مع مختلف القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات ذات الميزة التنافسية لمؤصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين حيث ستتمكن بموجب ذلك الشركات التي تتخذ من تركيا مقرا لها من التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة معربا معاليها عن تطلع مملكة البحرين لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك والدفع بمسار العلاقات الثنائية نحو فاق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة وشار معالي الوزير إلى خطة التعافي الاقتصادية التي أعلنتها مملكة البحرين وما تتضمنه من فرص هامة توائم تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر